فيه دليلٌ على ثبوت المسح على الففين وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأخذ بهذا أهل السنة حتى إن بعض أهل العلم الذين صنفوا في كتب العقائد ذكروا المسح على الففين في كتاب العقائد وذلك لأن الرافضة خالفوا في ذلك فلم يثبت المسح على الففين وأنكروه والعجب أن من مر والمسح على الففين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومع ذلك هم ينكرون ولا يقولون به فكان المسح على الففين من شعار أهل السنة ومن الأمور المتواثرة عندهم التي ليس عندهم فيها شك الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شك أو قال شيء فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ترجمة نانسي قنقر